اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي رواها الكوليني في الحديث السابع من باب جوامع التوحيد وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول عليه السلام في وصف الرب سبحانه وتعالى لا تلمسه لامسه ولا تحسه حاسه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أتقن ما أراد من خلقه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليه ولا لغوب دخل عليه إلى آخر الخطبة الإمام عليه الصلاة والسلام في طي وصف الرب سبحانه وتعالى يذكر بعض المسائل التوحيدية ومن تلك المسائل أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فإذا لم يكن جسما لا يمكن للحواس أن تصل إليه نحن لنا خمسة حواس حاسة السمع وحاسة البصر والذوق واللامسة والشامة هذه الحواس ندركه بوسيلة هذه الحواس الأمور المحسوسة الأجسام الكثيفة ولكن هذه الحواس تقصر عن إدراك كثير من الأجسام فما بالك بغير الجسم يعني الآن بصرنا له مدى العين المتوسطة المتعارفة أو حتى العين القوية لها مدى ترى الأشياء إلى البعيدة إلى مقدار ما لكن إذا كان بعد الأشياء أكثر من مدى البصر فالبصر لا يراها لذا الآن يستعينون بالنواظير بعض الحيوانات مثلا كالصقر مدى بصره أكثر من مدى بصر الإنسان حاسة السمع هناك أمواج صوتية يعبر عنه حسب ما أظن بالسيبل فهذه قوة الموج من 10 ألاف إلى 80 ألف حسب ما أظن إذا كانت الموجة بهذا المقدار بين العشرة ألاف والثمانين ألف الإنسان يسمع لكن إذا كانت الأمواج أقل أو كانت أكثر لا يسمعها لكن بعض الحيوانات سمعها يختلف عن سمع الإنسان فلذا قد تسمع أشياء لا نسمعها وكذلك الشامة لشامة الإنسان مدى ولا يشم ما يخرج عن ذلك المدى بعض الحيوانات شامتها أقوى كما يقال أن بعض الكلاب البوليسية قوة الشم عندها مليون مرة أكثر من قوة شامة الإنسان ولكن بالنتيجة ما يشمه ما يراه ما يسمعه ما يتذوقه ما يحس به الإنسان إنما هو من بعض الأجسام وكذلك الحيوانات أيضا الحيوانات بعض الأجسام لكن الشيء إذا كان جسما لطيفا قد لا يشعر به الإنسان يعني حواس الإنسان ليست قابلة لالتقاط وللإحساس إحساس بهذا الجسم الذي هو خارج نطاق دائرة الحواس مثلا كما مثلنا لذلك في بعض الحلقات الماضية هذا المكان وفي أي مكان مثلا مليء بالأمواج أمواج التلفاز أمواج الإذاعات الأمواج الهواتف الخليوية عندنا قال هذه أمواج كثيرة لكن نحن لا نشعر بها إلا عبر جهاز يعني هناك جهاز يلتقط هذه الأمواج بعد ذلك يحول تلك الأمواج إلى محسوسات لدينا فإذا نحن الأجسام اللطيفة لا يمكن أن ندركها بحواسنا فهل يمكن أن ندرك الرب سبحانه وتعالى بحواسنا وهو ليس بجسم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يمكن لحواسنا أن تدرك الرب سبحانه وتعالى وإنما نحن بعقولنا وبفترتنا عرفنا وجود الرب وعرفنا أنه متحل بالكمالات ومنزه عن النقائص لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا تلمسه لامسه عكس الأصنام التي يزعمونها آلهة هذه تلمس أو بعض البشر الذين يزعمون أنهم آلهة كما زعموا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إله وهو بريء منهم لا تلمسه لامسه ولا تحسه حاسة هذا تعميم بعد تخصيص أولا ذكر اللمس وبعد ذلك ذكر الحس الذي يشمل الحواس الخمسة ومنها اللامسة طبعا بعض الأحيان في الاستعمال الحس يستعمل في السمع يعني وهذا متعارف خاصة حسب اللهجة العراقية هذا أمر متعارف في الفصحة كذلك الحس ولو هو أعم يشمل جميع الحواس الخمس لكن استعماله في السمع كثير أيضا فيمكن أن يكون مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام لا تلمسه لامسه باللمس ولا تحسه حاسة يعني جميع الحواس التي منها اللمس يكون تعميم بعد تخصيص أو يكون لا تحسه حاسة يعني لا يمكن أن يسمع لأن السمع هذا مربوط بالأمواج الصوتية والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الأمواج الصوتية أيضا أجسام لكنها أجسام لطيفة والله سبحانه وتعالى ليس بالجسم وإنما هو أحاط بعلمه وقدرته بالكون وبالمخلوقات أجمع فلا يمكن أن يدرك بحواسنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الإمام يستشهد بهذه الآية لكل المقاطع سواء هذا المقطع الذي بدأنا حلقتنا به وكذلك المقاطع الأخرى التي كان منها أن الله سبحانه وتعالى بصير بجميع الأماكن بلا انتقال الله سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء بالقهر له لا قبل له لا بعد له لماذا؟ لأنه إله وليست ألوهيته خاصة بمكان دون مكان بزمان دون زمان وإنما الله سبحانه وتعالى أحاط بالوجود كله بعلمه وقدرته فلا فرق بين سماء وأرض إحنا أجسام نوجد في مكان ويخلو عنا سائر الأماكن فلذلك حدودنا تكون بمقدار مدى حواسنا أنت في مكان تسمع الأصوات التي في ذلك المكان مثلا وترى الأشياء الذي في ذلك المكان أو مداها يصل إلى ذلك المكان أما الأماكن الأخرى كلا لا تسمعها لا تراها لا يمكن أن تحس بها لكن الرب سبحانه وتعالى أحاط بالوجود أجمع فلا فرق بين سماء وأرض إذا الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني هو إله الكون أجمع بسمائه وأرضه لا شيء أقرب إليه من شيء لأنه ليس بالجسم ولا في مكان حتى يكون يتصور فيها القرب والبعد المكاني وإنما جميع الأشياء تحت قدرته سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى صفات الرب الذاتية أنه عالم أنه ليس بجسم أنه قادر وما إلى ذلك وبعضها صفات سلبية بمعنى أن الله يجل عنها يعني يجل عن أن يكون جسما مثلا بعد ذلك الإمام ينتقل إلى مقطع آخر من المسائل التوحيدية وهو ما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى لأن الله صفاته على أنواع ثلاثة صفات الذات يعني هي عين ذاته ذاته لا انفكاك بينه وبينها لا اثنينية بينه وبينها مثل العلم والقدرة والحياة والاختيار الله سبحانه وتعالى ليس هو شيء وعلمه شيء آخر لا علمه هو نفس ذاته ليست حياته شيء وهو شيء آخر وإنما حياته عين ذاته وهكذا سائر صفات الذات هناك صفات فعل تتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رازق يعني شنو رازق يعني خلق خلقا فرزقه الله سبحانه وتعالى مصور يعني شنو يعني أعطى الصورة لما خلقه وهكذا من سائر صفات الرب هذه الصفات الفعل وهذه صفات تنتزع من فعل الله سبحانه وتعالى وهناك صفات سلبية بمعنى أن الله منزه عن الاتصاف بالنقائص فهو ليس بمركب وهو ليس بجسم وهو ليس بمرئي ولا محل بعنوان المكان له الله سبحانه وتعالى له الصفات الثبوتية الذاتية وصفات الفعل الإمام في هذا المقطع ينتقل إلى بيان صفات فعل الله سبحانه وتعالى أتقن ما أراد من خلقه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليه الله حينما خلق الأشياء خلق الأشياء بإتقان نحن قد نصنع بعض الأشياء ضمن دائرة حدودنا قد نتقن في صنعنا وقد لا نتقن أنت تذهب إلى نجار إلى حداد إلى بناء إلى عامل في أي حرفة من الحرف تطلب منه عملا قد يتقن ذلك العمل وقد لا يتقن وهذا الذي لا يتقن قد يكون عدم إتقان لعدم معرفته وقد يكون عدم إتقان لأجل أنه يعرف لكنه لا يعمل العمل المتقن الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء بإتقان الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا بدون إتقان نعم قد يكون هناك مخلوق أفضل من مخلوق التفاضل لا ينافي الإتقان أنت تصنع شيء أفضل من شيء آخر وتتقن في كليهما الله سبحانه وتعالى خلق الفواكه مثلا بعضها أطيب من البعض الآخر ونفضل بعضها على بعض في الأكل خلق الإنسان فضل بعضهم على بعض بعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء أفضل من الناس العاديين مثلا وهكذا في الأشياء الذهب أفضل من التراب هذا لا ينافي الإتقان التراب خلقه فيه إتقان الذهب أيضا خلقه فيه إتقان الأنبياء خلقهم فيه إتقان غير الأنبياء خلقهم أيضا فيه إتقان الإنسان خلقه فيه إتقان الحيوان خلقه فيه إتقان الشجر خلقه فيه إتقان الله سبحانه وتعالى أتقن الأشياء التي خلقها لأنه قادر عالم لا ينقصه شيء ومن الحكمة أنه جعل هذا الكون بالتدريج قد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام قدر أقوات الأرض في أربعة أيام كما في سورة فصلات لماذا لأن الحكمة اقتضت أن الأشياء تكون بالتدريج فلذا كل شيء في هذا الكون بالتدريج الإنسان النطفة تتبدل إلى علقة إلى مضغة إلى كذا كذا مراحل إلى أن يكسوا العظام لحمة ثم أنشعناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الطفل يولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يحتاج في كل شيء إلى أبويه ثم بعد ذلك هذا الإنسان جسمه يتكامل وعقله يتكامل وعلمه أيضا يزداد في كل ما مر عليه زمان إلى أن يصل إلى مرحلة الرشد ثم بعد ذلك يبدأ بالسير الإنحداري حتى خلق السماوات والأرض حتى العلم الحديث اكتشف ذلك أنه حصل انفجار كوني كبير تشكلت عن طريق هذا الانفجار الكوني الكبير نجوم وانفصلت عن النجوم أجزاء بمرور مليارات السنين تحولت إلى كواكب ثم هذه الأرض تدريجيا الله سبحانه وتعالى أوجد الحياة فيها وخلق الإنسان بهذه الكيفية والأمور بالتدريج طبعا هذا ليس معناه التطور في الحيوانات أو في الإنسان كما يزعمه داروين وأمثال داروين هذه الفرضية التي لم يقم عليها الدليل لحد الآن بل العلم الحديث بدأ يتجاوزها إنما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوانات من البداية بهذه الكيفية على كل حال الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون بالتدريج في كل الأمور ومن جملة خلق الإنسان الإنسان مر بمراحل كثيرة نحن ذكرنا في شرح أصول الكافي في قسم كتاب الإيمان والكفر الحاصل من مجموعة الروايات أن الإنسان مر بـ 12 مرحلة أو 13 مرحلة قبل أن يضع رجله في هذا العالم عالم الذر وقبل عالم الذر وهناك قبل عالم الذر الله سبحانه وتعالى خلق نورا في البداية ثم من عظمته ثم خلق الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله أرواحهم من ذلك النور ثم بعد ذلك خلق الجنة خلق عليين في الجنة خلق أبدان الأئمة والرسول من عليين خلق أرواح المؤمنين من أسافل عليين وخلق أرواح الكفار من سجين خلق أرواح المستضعفين من تراب لا هو من عليين لا هو من سجين ثم مرحلة قبل عالم الذر ثم أدخلهم في صلب آدم ثم أخرجهم من صلب آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وفي ذلك العالم في عالم الذر ركب عليهم الفطرة ألست بربكم قالوا بلى ثم أرجعهم في صلب آدم وبعد ذلك بالتدريج الله سبحانه وتعالى يخلق الناس حسب الأسباب المعروفة الطبيعية الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يكون أمر الخلق بالتدريج لكن كله بإتقان لذا الإمام يقول أتقن ما أراد من خلقه أي من خلقه بيان لما أراد يعني أتقن الشيء الذي أراده وهو الخلق من الأشباح كلها الشبح ما يرى من بعيد أو ما يرى في الظلام لأن الإنسان المراحل الماضية كانت مراحل كان في عالم الأضلة قبل عالم الذر بعد عالم الذر قبل أن يتحول إلى هذا الجسم الذي نرى الناس عليه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليه يعني الله سبحانه وتعالى بديع بديع السماوات والأرض ليس من تقليد ذكرنا أنه غالب اختراعات البشر هي تقليد يعني يرون ظاهرة كونية يقلدونها رأوا طائر قلدوا الطائر بالطائرة مثلا رأوا الفراشة مثلا أو حشرة أخرى قلدوها بصنع المروحيات الهليكوبترات مثلا رأوا شيئا وقلدوه وهكذا غالب اختراعات البشر هي تقليد لما يرونه لكن الله سبحانه وتعالى بديع يعني أوجد الأشياء لا بمثال سابق لأنه العالم القادر ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه نحن حينما نصنع الأشياء نبتلى بالتعب الإنسان يطعب لذا يحتاج إلى تجديد القوة بالاستراحة يعني العامل يجي مثلا ساعات يشتغل فيصاب بالتعب بالنصب باللغوب فيحتاج إلى أن يأخذ قصدا من الراحة لساعات أو لأيام حتى يعاود العمل مرة أخرى لأنه جسم وهذا من خصوصيات الأجسام لكن الله سبحانه وتعالى لم يتعب وما مسنا من لغوب الآية الشريفة تقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا هو عاجز ولا هو محتاج ثم بعد ذلك الإمام يقول ابتدأ ما أراد ابتدائه وأنشأ ما أراد إنشائه على ما أراد من الثقلين الجن والإنس ليعرفوا بذلك ربوبيته وتمكن فيهم طاعته الله سبحانه وتعالى أتقن خلق الأشياء خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك خلق الجن والإنس لماذا خلق الجن والإنس الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الغاية الدنيا هي العبادة والغاية القصوى هي الرحمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعرفوا ربوبيته هذه بصالحهم لا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يعرفه أحد من نحن حتى أنه تكون معرفتنا للرب يحتاج إليها الرب كلا الله لا يحتاج هو الغني نحن مخلوقات فقراء إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل فينا العقل والفطرة الذي عبرهما نعرف الرب وجعل لنا قدرة لإطاعته في أوامره لكي ننال رحمته يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معرفتنا ولا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج إلينا وإنما نحن الذين نحتاج إليه الله خلقنا لنعبده لننال رحمته فنحن المحتاجون لا أنه هو المحتاج وقد فصلنا فيما مضى حول هذه النقطة كثيرا لذا الإمام يقول الله حينما خلق الإنسان بالكيفية التي أرادها يعني الجان خلقه من نار الإنسان خلقه من تراب بهذه الكيفية هذه الصورة التي ركبها على الإنسان في أي صورة ما شاء ركبك الجن بطريقة والإنس بطريقة هؤلاء الثقلين نحن عندنا الثقلين بكسر الثق وسكون القاف هما القرآن والعترة إني تارك فيكم الثقلين هكذا هو الصحيح يعني الشيئين الذين لهما قدر كبير أما الثقلان بفتحتين فهما الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني يوم قيامة مخصصين لحسابكم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فإذن الثقلان الإنس والجن أما الثقلان القرآن والعترة عليهم السلام من الثقلين من الثقلين الجن والإنس لماذا خلقهم ليعرفوا بذلك ربوبيته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أنه يحتاج إلى معرفتهم وإنما لينالوا رحمتهم لماذا الإنسان ينال الجنة دون الحيوانات لأن الحيوانات ليست لهم المعرفة التي يمكن للإنسان أن يصل إلى تلك المعرفة فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيهم العقل والفطرة وأرسل الرسل ليعبدوه العبادة الصحيحة لينالوا رحمته الخاصة يعني ترتفع درجاتهم ليعرفوا بذلك ربوبيته وتمكن يعني وتتمكن فيهم طاعته يعني الله سبحانه وتعالى ركب فيهم شيئان الفطرة والعقل من جهة حتى يعرفوا الرب طبعا الفطرة هي شيء غير العقل أو مرتبة من مراتب العقل فهذا فيه بحث في مكانه فهذا الأمر الأول الفطرة والعقل ليعرفوه ثم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بكيفية يتمكن من العبادة نحن نتمكن من الركوع نتمكن من السجود نتمكن من الصيام أجسامنا مركبة بطريقة التي تتمكن من الإتيان بهذه العبادات وتمكن فيهم طاعته بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبدأ في الركن الثاني من أركان أصول الدين لحد الآن في هذه الخطبة كان الركن الأول وهو التوحيد المسائل التوحيدية التي ترتبط بتنزيه الرب سبحانه وتعالى من صفات المخلوقين ووصفه بما وصف به نفسه والتفصيل الذي بيناه من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين بينا المسائل التوحيدية بأجزل العبارات وأفصحها ثم بعد ذلك يأتي الركن الآخر وهو النبوة والنبي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا الله أنعم علينا نعم كثيرة وإن تعده نعمة الله لا تحصوها لكن على رأس تلك النعم إرساله الرسل الرسل الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم النعم بل أعظمها علينا أن أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وآله ولذا إرسال الرسول فينا أكبر نعم الله سبحانه وتعالى علينا ومن فضله علينا أن جعلنا في هذه الأمة المرحومة فلذلك يجب أن نحمده على جميع النعم وعلى خصوص هذه النعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نحمده بجميع محمده كلها المحمد جمع محمد وهي الصفات التي يحمد عليها أي نحمده على جميع صفاته نحمده على علمه على حياته على قدرته على رزقه على فضله على جميع المحمد التي فيه نحمده بجميع محمده كلها على جميع نعمائه كلها يعني هذا الحمد حمد على كل النعم التي نحن لا نحصيها لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي نعمائه ولو هذه النعماء كثيرة جدا لكن هو الله لكن الله عالم بها ويحصيها لذا نحن نحمده بجميع محمده على جميع نعمه ونستهديه لمراشدنا يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريق النجاة الهداية والرشد الهداية بمعنى أن الإنسان يمشي على الطريق المستقيم الرشد هو طريق الهداية ونستهديه لمراشد أمورنا يعني في جميع أمورنا يكون فيه الرشد يعني أن نسير في الطريق الذي يوصلنا إلى الهداية ونعوذ به من سيئات أعمالنا لأن سيئات الأعمال قد تسبب إنحراف الإنسان ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزون لذلك نعوذ به من سيئات أعمالنا حتى لا تجرنا إلى الضلال حتى لا تجرنا إلى الكفر ونستغفره للذنوب التي سبقت منا الذنوب الماضية طبعا المعصوم لا يذنب الإمام عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذا الكلام أنه استغفروا لذنوبكم المعصومون يستغفرون لكن لا لذنب ارتكبوه وإنما للتذل الأمام عظمة الرب سبحانه وتعالى والشعور بالقصور وعدم تمكن أداء حق الرب إضافة الحديث عن الرسول صلى الله عليه واله أني أستغفر الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب لماذا يستغفر الرسول مع أنه لم يذنب لأنه يشعر بأنه لم يتمكن من أداء حق الرب سبحانه وتعالى الرسول صرف كل وقته وكل طاقاته في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن حق الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك صحيح لا يتمكن من أداء حقه لكن يشعر بأنه يحتاج إلى الاستغفار مثلا أفرض واحد مصاب بمرض طريح الفراش يعوده مجموعة من الناس الذين يجلهم ويحترمهم لكن لا يتمكن من القيام بخدمتهم لا يتمكن من الاحترام اللائق بهم يعني لا يتمكن من أن يقوم وأن يستقبلهم وإذا ذهبوا أن يشيعهم مثلا فحينما يأتون وهو ملقى على فراش المرض يعتذر منهم يقول أعتذر لا أتمكن أعتذر أعتذر لماذا يعتذر هم يعلمون أنه لا يتمكن يعتذر عن قصوره عن عدم تمكنه يشعر بأنه لم يتمكن من أداء حقهم حقهم هو مو مقصر لكن يشعر بالقصور بعدم التمكن المعصومون حينما يستغفرون الله سبحانه وتعالى لا لذنب نرتكبه وإنما شعور بالقصور يعني الله سبحانه وتعالى حقه أعظم من طاعاتنا من عباداتنا لا نتمكن من أداء حقه فنستغفر لعدم تمكننا لا لتقصيرنا هكذا ونستغفره للذنوب التي سبقت منا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله يبدأ الإمام هنا بالأصل الثاني من أصول الدين اللي هو النبوة ثم بعد ذلك الأصل الآخر وهو الإمام نتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا